اليوم الفلاح مانجمش يخدم غير دعم مالي اليوم الانتاج واحده ما كافيش معتا بش يحقق معتا العرانتابللتات دي فام مي عنا التربة اليوم عنا مشكل في التربة اليوم في الفلاحة متاعنا معتا اليوم انحكيوا على انجراف متاع لو تيار دون الصال في تونس معتا الوريزان 2030 اليوم التونسي لازمو زادا نعطيوا الامكانية بشيشري مواد صحية عسلامة مرحبا بكم انا عرفات بن مارزون احنا في حلقة جديدة من نيكولوجيا بودكاست اليوم بش نحكيوا على الفلاحة البيلوجية شنية مفهومها شنية التحديات اللي تواجهها في السوق التونسية وشنية علاقتها بالفلاحة العصرية وبالفلاحة التقليدية والعائلية اللي موجودة بكثرة في تونس بش نحكيوا في الموضوع هذا مع ضيفتنا اللي هي مادام يسرى حمزة الشايبي اللي هي رئيسة الاتحاد الوطني اللي مشاغلي قطاع الفلاحة البيلوجية اللي نبيو بش نحاولو نحكيوا معا على الامتداد الساعة جاية ونفهموا معا شنية التحديات اللي تهم القطاع للتفكير ايكولوجيا بودكاست هي منصة اعلامية من إنتاج ستارتاب بوايس والحلقة هذي تندرج في مجموعة 8 حلقات اللي تحكي على الاجرو ايكولوجي بالدعم والتمويل من برنامج ادابت وتوا نبدأوا مع ضيفتنا مادام يسرى حمزة الشايبي فهو نحن تحكي مع من車و غيره بحطة ما تخاني اللي نحن winds كی لفهولة ووالفلحة الفاملال هم يتحدى من تحكي منظر الله من سنحرها يعني اخبرتنا لك أنه منظر الله أمان ما فقط كان الأمان لدينا نحص أن تقوم بالتعامل فليس في يوجد النحوان ذلك الذي يعتبر لك بالتعامل الشخص في الحالة لتأخوتي بالنسبة لل Áine ولكلال المزيد منذ التهمية لأخذ المزيد منذ التعامل تمكي mountains timeout مخصر مخصراب في اغلب الغ断 pada معزن والغ이었ة واتفعلت مآد للصدقئ لبيتوة جيدة يد surveys p 2021 مارجودين مدير selectم على سطح النازجة فلسن على الغرف فى عادة تالحمي الأ Markt لقد أنت سواء مخصر بيولوجي و بده سفرن الرحيم انتقنية تتصل على الطف علمارته التي لا نحصل على مفلحة بيولوجين نجم نحصل على أحيان كليمة في البرما كولتور ونجم نحصل على أحيان مختلفة – أفعل. في تونس كان يوضاع الوطني؟ هو الأبال الوروبي؟ – في تونس كان يوت الأبال الأبال الأوفيسيلي لابال وفيسال ودونك عنا الاعتراف متبادل مع الاتحاد الوطني مع سويسرا مع بريتانيا يقولوا لابال الوطني اش معناتها ماذا فما قانون ينظم المنظومة هذي في الحالة البيولوجية فما كرة الشروط وهذو ما دونك اللي نلقا فيه مع تهال المبادئ والتقنيات اللي نزمنا نتابعوهم بش真نخوب حولو اللي نحاولو لشنخازنو المواهل لبيولوجية د drankor. تولي حلو فما زدا مشstes вами، من الربع من الربع من الربع العام و ي Sappoka والتقنيات وهذاFما southwest للتقنيات اخرى من المزايات والتي vision الشرط في العام يريس ان يمس المعلق وعمت ذلك اللقاء最عber من الموحول وعنه لبساطر ه بسهد شعر لبسأوبل الجد 투نسي الجدس بسهدًا وديه ويليس بس أجد التونسي أنه يكون في جدس مشروبات من أنه لن نفتلك بسهدًا لما يكون البيو لما يكون المتحرات بأك أو إجابي ومساز مرتنسي وفيه يا جبب وهما يكون للمسازح بالتونسي وهكذا هو سببسنا في الجدسة في ترطوريا وفي الي timber قبطending puts طريقة preserve ووسف تجربة في منطقر حلقة مختلفة هناك بالتعجير المزيده ما colle قبطة وكيف من التفاعل السرط على المنظر على مماركز مدلوب يظب الب البدر ما يصحدث تكون متر قليلا معه النهار Kotohان وهذا shotيت من الجانبهم تتعرفين على طو رسان يشعر على ال colum więc لدينا مجموناة مجموناة النار كون يفترين لدينا المباركة لديناه مجموناة – المخصصة للمنظام ديوران أخبار التعارش في بعضها – لا، لا يبدو المنظام ديوران أو ديوران الأخبار أحده للمنظام ديوران أجل وفضل الأخبار التصريح بيث المترجم للقناة المترجمات للمترجمة. أرمى الخشار لها أنه محذر للإعجابي، وفي الأحيار مغالي وانا أعرفو أن يوجد المحذر للإعجابيه. كنظر للإعجابيه، فأنا نقول إنه مغالي حجيبي. صحيح يسرع كنظر ليس بس طيب. ولكن ليس بيس بالإعجاب من غيب الاتجابيه، كنظر للإعجابيه، و التي أراء على مغاليه، فأن الآن صحيح لإعجابيه، دكار يعني اللي فهمتوا أنه المفهوم تالبيو أنه يأخذ بعين الأعتبار عديد الجوانب اللي تم الفلاحة تم بعض يعني فيها دايموما ستنابل الفلاحة للفلاحة للمرشي نحب نعرف لهيكلة متاع القطاع في تونس كمانسا سورغانيز يعني أنه هم اللي يكونوا موجودين وكيفاش يدخلوا مبعضهم نحن نعطي بعض الأرقام نحن نعرف لتونس المساحة المستغلة المساحة البيولوجية هي حسب تقريب 22000 كتار هذا يمثل 10% من المساحة الزراعية مش شوية 10% بي مش شوية جزمنا نعرف لتونس لمساحة البيولوجية كونجوم شوفوا هذا ما لديه 320 ملاكتار شفرم شنالقو دعو 80% ولا حتى كافتثر من ثمني في المئر زيتين دكت أقرد العديد الدجا همم بيوم با ديست سيحون با ديست بيان كوتاو فاما زيتون قدين دة وفي فاما تاو بدلنا في تاريقت الإنتاج في النواعية مناتها الزيتين لدينا قصصات التكارية ومن سعيدة 80% انت ذالك من هيتون الغير المثمرة أجمل بيولوجيا لدينا قصصات التكارية كانت معافية المثل وسب تقريبا 15 ملاي قطار على كل ما هي بلانت مدسينا لنباتات العطرية والصحية هذه هي حكاية ألف اكتار والباقي بش نلقاو لا فوق مع تالغابة اللي نجمو نلقاو دي بارسل دي فوقي سيرتيфي ويبين سور توس كي مع تخذ راويد بان هذا يكيف كي في مثل مع تا مساحة صغيرة برش هذا هو بالنسبة للتوزيع المساحة البيولوجية في تونس بالنسبة للأنتاج كي نقولوا زيت زيتونة مش نلقاو كمية كبيرة مش نصدروها البرا نصدرو حسب تقريب مئة الف تن منتوج بيولوجي ككل وفوق تسعين في المئة من منتوج هداية مع تزيت زيتونة نلقاو زيت امور البيولوجية اللي نصدروها وبعض المنتوجات الأخرى القيمة هداية متاع التصدير حسب تقريب 700 مليون دينار اللي مثل 14% من الصادرات نمتعنا في المنتوجات الفلاحية والمحاولة اوكي اللي هو رقم مرش يعني مرشي مرشي لذلك هذي بالنسبة كنحبو نعطيوه الأرقام بالنسبة الفلاحة البيولوجية في تونس باش تسعيني على هاي نحنا نصدرو زيت زيتونة وشناو فما في تونس ما هو السوق المحلية ما هو تمثل السوق المحلية اليوم في تونس بان اليوم ما عنيش أرقام معتا مجمش نقولك اليوم نعشي نبيع ومئة الف تون ما عنيش أرقام اللي نشوفوه سيكل السنين اللي فاتت معتا نقاط البيع قاعدة التور من 2010 معتا المنصات التجارية اللي سيطرحوا هذو ما للي برودي بيو ولا للي برودي هالفي معتا المواد الصحية بسي فاعة ما زيدة قاعد يكبر نشوف ساعة في اللي غرانس سورس وفما زيدة في المغازات الكبرة نالقاو زيدة ساعة معنتها عن غير ديدي برودي بيو ولا برودي دياتيك برودي صنغلتن هذو ما اللي بدايو اللي بدايو بلأحين بدايو مبعد دوك هذي يظهر اللي فما اليوم فما اقبال على المنتوج البيولوجي ما يقضي اقبال فيما هو محتشم وعليش بكريك حكينا على السعر هو حاجز اليوم معتها بشي خلي المستهلك معتها يقبل على المواد البيولوجية احنا كمنظمة عملنا عمناه صدر اراء نطخي شيء مش حاجة كبيرة المنظمة نهاي المنظمة المهنية اللي احنا ننتمي معتها اللي انا جو نحب نفهمهم بعد مش نحاول مش نحاول مش نحاول مش نحاول الاسسيشان سكتوريال اكزاكت المعرجمو نحكيوه عليهم بعد بو غفنيرو صنداج اللي عملناه حابنا نفهمو شنا وعليش شنا والعوام اليوم اللي خلي مستهلك يقبل ولا ما يقبلش على المواد البيولوجية دونك بو فما سعر خمسين في المئة هو السعر بعد السعر يجي وفرة المنتوج معتها اليوم انتي كمستهلك تحب نمشي تشرين نعاشي نعتمات ماتم ولا صاوس تمات مش مش بيجتلقى اللي تشريه في الكنفنسونيل مش بتلقاه في البيول دونك بالكمية الكيفية وحتى معتها تنوى معتها بيجتلقى حاجات اللي تشريههم اللي في الكنفنسونيل مش بيجتلقاه في البيول دونك هذا يخلي اليوم المستهلك معتها ذو يخلي اليوم مستهلك ما فهمشه قبار كبير معتها ونتصور ز turns datamadizobstacle حتى على مستوى الفلاح خطر البروسيدور حتى لو كان هو عنده نية بيش يمشي تجاه في البيو نصور سيان فاردو بيش تحذر الدوسيو بيش تلم الجوانب الكل. بي احيانا قلت السعر وقلت وفرة الانتاج وتناوع الانتاج بتباع هونيكي بيش نحكيه على وفرة الانتاج حتى السعر وتناوع الانتاج بش نشوفه عليش عليش اليوم السعر معتها مش في متناول الجميع عليش ما نلقاوش معتها في كل بقعة المواد هذي وهم نشوفه نفوو دو لغيكولتور الفلاحة الشعان اليوم في الفلاحة بان صحيح هي كما حكينا مع تهية تقنيات ومارسات مختلفة على ممارسة متى الفلاحة العصري. دنك لازم ماعرفع بالتقنيات هذو ما كي نقول وليزم ماعرفع لازم دنك الفلاح لازم يصير له تأثير. وقبل كل شي قبل يمكن ماعرفع لازم الفلاح يعنده رغبة بش يمشي في المنويل هذي هذي. خاطر الفلاحة بالوجيهة ما تشوفيش مع تفلوس كما نقول. بان كلا غانتابلية امبورتانة ما لازم انتي تبدأ كنونكو اللي لازمك نمشي في الفلاحة هذي والفلاحة اللي كنت ميرس فيها حالتاوه ما عادش معتش مونجن. دونك لازمك تأتير وتأتير بان انتي تنجم تلاوج واحدك على التأتير اما لازم فاهمها هيك يأترو الفلاح وليزم زيدة لازمك لازمتخلات اللي بش استعمالهم بش نجم تنتج بيولوجي كما لسمنس كما لبلان كما بعض الاسم ده ولا معتها اللي مسموح اللي مسموح بيها في الفلاحة البيولوجي وموجودين في المرشي التونسي مش جيمة موجودين وساعات زيدة السعر يكون مكلف معتها بالنسبة للفلاح وفاهمها زيدة هديه لسيرتفكيشن معناتها الفلاح في اخر المتاف وماتها يخذ الجهيد هديه متع اللابل بيو وهوني فاهمها اين پريد دي كنورسي الماتها اليوم انتي تمرز في فلاحة عادية عسرية بشتمشي الفلاحة البيولوجية لازمو وقت حتى بشتاخذ اللابل متخدش اللابل في أغلب الأحيان متخدش اللابل من عاملولي هذا يجب الوقت هنا يدخل العنصر المالي الفلاح في البرائد حاجته بالدعم المالي وحاجته زادا بالدعم المالي بشي خلص التكلفة متاع القوسيس ومتاع الابيل بكريقة حكينا على مكتب مصادقة مكتب مصادقة فيه تكلفة بشي تخلصوا المكتب هذي على كتاف الفلاح هو على كتاف الفلاح بشي مكتب 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 اللي مهمة بتاحه بش تأثر الفلاح مش كافي نحكي هوني عنها فما المركز الفني الفلاحة البيولوجية اللي موجود في شات مريم هو دور من الأدوار بتاحه بش يرافق الفلاح فما زيدة في المندوبيات لالفلاحة الجهوية بش تلقى خالية من أدوار التاحه بشيخ ونحكي هنالي تكون المفترض وش يرافق الفلاحة فما هذا الموجود مي مش كافي إنتمي mica تحكي مع الفلاحة مش كافي دو پنس دهير رمتالي تحكي الفلاحة لي مش كافي مع تاليوم هالهيدوم اللي هيكل هيدوم Oklahoma معدهم عندهم ما عنيت هالي مويا نسيساير بش يمشيو الفلاحة الكل بش يطروا الفلاحة الكل … مش كافي وفهمها في بعض الأحالات حتى يكون معنهمش المعرفة بش يوصلوها للفلاح في بعض المنتوجات دونك عنا دعم التأثير التقني وعنا التأثير المالي اللي هو مهم برج وهوني في حتى لالفين وسبعتاش كان الفلاح كانت فهمها دعم بالنسبة للهذية اللي كود لسيرتفيكاتيون كانت فهمها حكاية ما عنده سبعين في المئة من الدعم هذية للأسف هذية من الفين وسبعتاش وقف ونشوفوا اللي برجة فلاحة ونحكي هوني عالفلاحة الزغارة معتها بكريك حكينا عالزيتين معتها بانفامة اللي عن معتها اللي سيختو اللي صدرو الزيت زيتونا معتها الهذية اللي كانت خاند فينسيغ اللي سبوس بفغيما خاتر عنده سوق إلى المرشيد بنسبة لي مش حائق بالنسبة لي ما نحكي عالفلاح الزغير معتها اللي عندوه دو زكتار طواز زكتار سانك اكتار وكي ما تعرف هذو ما يمثلو ثمانين في المئة من الفلاحة بتاعنا في تونس دونك اليوم الفلاحة ما عندوهش بمتياز هذي يمدع لبشي تغتيله لكود لسيرتفكاشن نوك يخلي وهذي نشوفه فيه للأسف باع برشة فلاحة قاعديني قاعديني تخليوا على الفلاحة البيولوجية ايش معنتها معتها يقولك اينا الابيل معتها نمارس الفلاحة البيولوجية على الميدان اما اليوم ما عنديش الامكانيات القادرة المالية باش نخلص هكالابيل خاطر هو مكلف تقد تبع تخلص فيها لطول كل عام اي اي كل عام عندك لازم تخلصه وحاجة اخرى فاما السوق زيدا وهذي احنا نشوفه بان اليوم انا به صحيح عندي منتوج بيولوجية اما لازم ينوصله للسوق وفي بعض الحالات كيف كيف الفلاح مش قادر بش يوصل منتوج هذيك للسوق معتها الكنيكسيون مش موجودة بان هذي لازم وقت ومعتها لازم خدمة بش تسير درسي سيويل يعني اي كيما اليوم معنا المرشي دوغرو بنسبة معتها لازم نتخمو اليوم كيف نعملو سو تيب دو بلاتفوم بور لازم بيولوجيك اذا اي نجم يكون زيدا عائق اللي ما يخليش المنتوج يوصل للسوق ويوالي شمعت الفلاح ويوالي بيعوه كنفنسوني لان يخصر يخصر فيه ونتصور من بعد بمدة مالي تتخليتها على التكنيك ولا لريجور متاع البيو نتصور حال مش عو ترجع من جديد لازم بروسيدور اخرى شو كي ما قلت لكم بكريكا الفلاح بش نمشي في المنظومة معتها الفلاحة البيولوجية هو قبل كل شيء معتها كيف نقوله إلي كنفنكو الي لازم يمشي لازم يبدل منويل الانتاج متاعه اوكي حتى كي يتخلى على البيو بشي واصل بشي واصل في التقنيات معتها المستدامة خاطر يعرف لي ماش بشي يرجع بتويل بان هذا في تسعين في المئة من الحالات بتبيعة مش مئة في المئة ما في اغلب الاحيان معتها ونعرفو خاطر انكو ندكا هكا معتها قولي كان اليوم انجمش خالص السيرتفكاشن ما جو نكمل مش نواصلي دكار دو ثم ما ينسسسيته دعشان يعني متاع متاع بنتبعثكم متاع 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 ثم ما ثم ما انبزوان يعني دعشان سورترا اغزاكتما هوا اليوم زادا سوال الي نجمو نسلوش فام اليوم كم اكسان سيوال السيطوين بشم دفو عالفليحة هذيه الفليحة المستدامة كنجي نشوفوهم فاما جامعيت اللي قادين ما تحدي فو عالفليحة المستدامة بارمكulture agriculture environnementال بن جمسامهم مي بان العداد متاعهم قاد يكبر ملعام لعام نحكيش عالجامعيت اللي نتاع البيئة ذي خاتر البيئة سهل 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 نحكي عالفليحة هذه البيولوجية المستدامة فاما جامعيت اليوم اللي قادين يونج توف المجال هذير والهدف اليوم اللي لازمنا نمشيو فيه لازم احنا كجامعيات ولا كمنظمات مهنية لازمنا الكل مابعضنا نتلمو بش ندفو على الفلاحة ككل معت الفلاحة المستدامة ككل نوك هذير بالنسبة لرزو ديز اصوشيات اللي موجود اليوم في تونس نجمو قولو يأبا بخي ماكسيموم اين ديزان ديزان قاعدين نشوفو فيه قاعد يتطور بشوية بشوية معتا فما وفما وعي اللي لازمنا لكل مابعضنا معتا نختمو نختمو مابعض بالنسبة الفلاحة البيولوجية اه انا ننتمي المنظمة مهنية هو الاتحاد الوطني ناشتين في القطاع البيولوجي هي منظمة موجودة من 2019 وبيان سور الهدف هو معتا تنمية القطاع هذية في تونس التنمية وزيدا نحافظو خاطر فما معتا فما حاجة تعملو في الفلاحة البيولوجية من عام من عام 2000 معتا 20 سنة مش شوية لازمنا نحافظو على التعمل في الفلاحة البيولوجية في تونس ونتوروه بعد الهدف بتبيع بش نشوفو معتا بش نجمعو ما بين كل المتدخلين في القطاع نقولو متدخلين فلاحة ومحاولين وموزعين معتا مخذينيش الفلاحة بارك خاطر الفلاح واحدو ينجم يختم ليحو في آخر الوقت كما كنت نحكي ما يبيعش ما عندوش السوق ونجم هنا في السوق حاجة ومعديش علاقة بالفلاحة دونك سي توت لفلاح نوك لازمنا احنا كمتدخلين في القطاع نقربو مع بعضنا معتا بطبيعان بعد فما هداف معينا بش نخدم علاهم كما حكينا على الفرماشن على التكوين والتأثير الفلاحي حكينا على المرش اليوم لازم ننشوف كيفية نروج المنتوج البيولوجي كيفية نعرفوه على أبخي du consomateur وهذا يحاجة مهمة برج سيخطو كي نحكي على لبال وليما تونس ما يرش معنا تالبال لبال مجزا تابات Arnold لا يزيد مهمة سيكون مجزا ومجزا البيوت ومجزا ومجزا الطريق فلاحي بحق الهعدى تحديد المث learned سي行 المثال You canILL اجم الإعداد ولاca سواء الشمعي أو حتى الإكسبر. نحن نعمل للسوق المحلي و الخارجي. هل توجد مجد نقاط فرم ديجيتال في تونس؟ نعم، نحن نقاط فرم أول شروع قمنا بي هو تركيز المنصة هذه – المنصة للPlatفرم ديجيالي بشتاعتي فيزبليت للسكتور في تونس. شكراً للمشاهدة ما بين المهنيين موجودة في المنصة هذية اللي احنا كمنظمة معتها عملناها عام 2021 خاطر يظهر لي انه لو كان تبدأ حاجة متخصة في البيوء اللي يتلم لزا كتر الكل وتلم العبادة اللي تحب نجم بتدخل حتى دي فاريونت اخرين متاع نجم بتعمل توريزم اجريكال نجم بتعمل برش حاجة اخرين في وسط خاطر نتصور نحن في وقت انو اللي فلاحة واحدها تنجم تكفيش سحيح نجم نحكيو عال لجماغاجم ولوحال الحالب mosque lange تح neutrش اقة بتعمل رباني اللي الهدف متاعه جسما معتا تنمية هذي التوريزم دان لفرم بيولوجيه خاتر صحيح اليوم الانتاج واحده ما كافيش معتا بشي حقق معتا لرنتابلتا دي الفرم دانك لازم يفو دي معتا أفرير دي سرفيس اكوته وهذا نشوفو حتى في الضائعات العادية معتا تاول معتا الاسبيت توريستيك مهم هو مش حتى توريستيك نجم يكون بيداغوجي نجمعنا اليوم نمشي الضائعة البيولوجيا نفهم معتا خدمة الفلاح وفي نفس الوقت بش نشري هكا المنتوج هذيك هذي مهم اليوم بش نمشيو فيه بالنسبة المنصة مهم بش نلمو هذي العالم بتاع معتا الفلاحة اللي يميرسوا في الفلاحة البيولوجية بطريقة او اخرى وكي ما قلت احنا قمنا بالمنصة هذي كنا لانسي ان دميل بنتا يا فما حاجات لازمنا نحسنو فيه معتا سيفغي لمارشي هذي معتا السوق الافتراضي ما بين الابيك انتخ لازم الوبراتور سيخطو ما بين الفلاح وما بين المحاول ولا مم ولا حتى الموزع مهم برشة مهم برشة بش ندعمو خاتر في اخر هول نحكيو فلاحة مستديما سحيح مي افي اخر المطاف بش ننجوح لانك الانتاج هذي كاللزم ننبيعو في اغلب الاحين معتا دو للكونكسون اوك المارشي دو للابال نحكيو باشا زيدا صحيح كي نحكيو عالفلاحة مستديما سي نحبو نمشوف كاللزم كاللزم كوكوك معتا نقصو المتدخلين معتا في اللي سيخوي هذي ممكن زيدا معتا علش لي وصيخويكوك زيدا يخلي العلاقة ما بين ما بين المستهلك والفلاحة اي معتا تبدأ خير خاتر صحيح اليوم معتا نشوفو فيه المستهلك ياسي ربعين معتا لزمنا نقربوه للعالم الفلاحي شفما في العالم الفلاحي هوا دا واليوم المستهلك بدأ يفيق باهمية الماء معتا الماء اليوم حاجة مهمة والتي تنجم معتها تأثر معتها المردود الفلاحي متاعنا دجا بدي يشوفي معتها يلمس فيه مفاهمة مساعب اخرين في مفاهمة مشاكل الاخرين في القطاع الفلاحي وهون زيدا نحب نحكي نفتح قوس على التربة اليوم نحكي برشا على الماء والفلاحة مية باكلورة صحيح الماء حاجة مهمة معت الماء هي الحياة معنا التربة اليوم معنا مشكل في التربة اليوم في الفلاحة متاعنا وجسما الفلاحة البيولوجية والفلاحة المستدامة تخلينا نشوفو كفيه نحافظو على التربة معتا نخليوها نرجعوها كما هي معتا التربة حاجة مهمة معتا النبات حاشو بالماء حاشو بتربة والتقنيات العصرية اللي قمنا بق معتا اللي نشوفو فهمتا ومعتا إذن ديتخي لسول إذن ديتخي لسول معتا اليوم نحكيو على ان جراف متاع لتياق دونس في تونس معتا الهوريزون ومعتا بي مكن معنش عرض فيش بش نظرا كيف في سبعينات نحاوة كالإيبو كجير كلو حلوهم اللي ترسل على بعضهم وفرحمين بالتركتور كل محلول على بعض بان فهما حاجت معتا ممارسات عسرية بهي الميكانيزاشون حاجة بهي راهو الميكانيزاشون ولكن فهما حاجت اللي لازم نعودو نراجعه معتا اليوم الموبيدات معتا يتضح للموبيدات فهما تأثير على صحة المستهلك فما تأثير على تنوع البيولوجي فما تأثير على التربة نعودو نحكيو على التربة التربة راهو سيعمل مليو vivان الطربة ماتشوفوهيش ترب الطرب معتاسي حيا إنه ع أنه Louvre أعضاف إنه بشره ونحن نبت ونحن نحن نحن في معلومات ونحن نحن نحن نقمو للغاية لسيطة لدينا بلغاية لكنها ترجمة حسب نحن نخمم على العباد الفلاحة التي تمارس في فلاحة تقليدية فلاحة عائلة أو فلاحة صغيرة والتي لا يوجد لابل لا يوجد لابل لا يوجد لأني أدل أنك تكون مائة حقًا في البيو لكنهم نعرف لهم أن يزيدون على العباد الفلاحة فقط لأنهم نتعرف على أشياء التقاليد ويجب أن يسمحوا على أن تقوموا بالتقاليد ما هي الأسباب التي ذكرتها؟ كيف يمكن أن نستخيل طريقة كالفلاحة يتشجعون حتى ينجمون ويكملون ويخدمون حكاكا؟ والفلاحة تطلع؟ ومغير ما زادا يقلقوا البيو أو يدخلوا في تضارب مصالح؟ في الأخر الاتجاه إذا نحيه ولكن لذلك لا فقد خلق بلغةً من أننا نستخيل بلغةٍ نسبة أكثر بلغة قد يتشجعون على أننا تنجم بخلق ، هذه الأشياء التي تحبق أجدها تطلع نعم نتحدث للمحافظة تطلع الوفلاحة بلغة قمت بخلقات البيعية التابعية زادة ليزم يلقى موير التابعية ليش خاليه يواصل بيه كيفش؟ بان يوجد يوجد كثيراً بان نشوف اليوم مع تحسن لبال لزمنا نقربو مع تحل سن لبال اوكي وقال تنتي لزمنا نرفعو في الاسعر مع تحسن لبال يلقى روح وفاليه بان هوني دون نشوف دان بريد جسد إكيتاب دائر فاماً لبال إكيتاب موجود لبال يحكي تعليم هذي كثيراً لبال كي فيه دان سسنس اليوم الفاليح لازم قبل ما يحط السعر يفكس لبخيم يشوف شناو التاكل فامتاعو يحط المارجم وبعد يفكس لبخيم لبال يبال نشوف الفاليح لازم يقرب للمستهلك نكاثره من هكا المخشي المخشي كوميناتر مع تحو المستهلك يقرب له احنا الفاليحة وهذا موجود موجود في تونس مع تحو المخشي مع تحوين بان باتتباع الفاليح يمشي هو يبيع يقرب يقريب أكثر من في العاصمة ولا في في المدن الكبر ما هذي لازمنا نكاثره منه لازم الفاليح هو يبيع ديغكتمن للكونسوماتور عليش لتحو المخشي لتحو المخشي حتى ذاك ليخلي السعر يخلط المستهلك مع تحو المخشي وزيدة بش هو يحكي زيدة مع المستهلك وبش مع تحو المخشي تونسي يفهم شنوه وراها مهم رأي العلاقة ما بين المستهلك والفلاح هل تسمحي أوه رأي العلاقة فإنهم جديد يبيع ديغا قديش اليوم الفلاح يتعدى من الترميديار وفلاح يبيع مع ترميديار سواء يبدو على الكيس هذو كنفرسيما اللي يبيعوا ديريكتمون سواء الأسواق متاع الجمعة ولا الخميس نهار في الجمعة من اللي قد يقشارة تدخل تشري ولا سواق الجملة في المدن الكبيرة ولا لغرون شرفاس يعني هكذا الأسواق الكوميناتير هذوك من الفلاح يهز ويمشي انتي قلت حاجة يهز انا جي سمع بشي قولك هو المشكل ساعات الفلاح معنوش كيفيش يهز نحن نشوفوا حل كيفية الفلاح يهز وعلى ذكا يجيه القشار ولا يجيه يشري من عنده بعد يعودي بياه المشكل ساعات وهون يمكن بش نحكي على موضوع مهم هو الكوبيراتي معتال الفلاحة فلاح واحده مع تثقل عليه وشناو اللي نجم يخلي الفلاح يمشي فلاسيخ يكوره والموايان متاعه يتحسنه سيلك لكوبيراتي واذا ينشوفوهم إذا ما تجيرب معنتها نشوفوهم البارة ونشحي اليوم فما دي كوبيراتي البارة عامنين دي مغازان مغازات معتالين نشوف الفلاحة اللي معايا ونعملو انفه نشوفوهم البارة عامنين دي مغازان بان فما تواب في تونس عنا اللي توسكي فواخ اللي فوار ارتزانال بان في اغلب معتال الفلاح كو الفلاح ولا المحاول ولا لا الاختزان يجي ويبيع البروديو متاعه هذا موجود ما بالنسبة لفلاح معتال اللي فضاي عامتاعه في اغلب الاحيان نشيوه نشريو من عندو ونبيعه معتال وفم عاكالي زنتيغم دي وفم عاكالي زنتيغم دي وفم عاكالي نخلتو الاسعار اللي هيا بشتعلها في اخر المطاف دانك لسيخ بيكور لسيخ بيكور وي سي بور لازاكرتور اللي معنهم شلا بل هده نجم يكون حال بش يلقاو السعار اللي معتال يغطي تاكل فهم ويخلي معتها يضمن دايموما بتاع الفلاح أسكب دولة ما عندها دور أساسي في تنظيم القطاع يعني مثلا نرش استراتيجيات تعمل عن كتا بتاع اكسبور ما لازمش يفوت الفلاح يعني وإلا اللي سيكتور بيو ينجم يقض محلول الليبرالي يعني بالنسبة للقطاع البيولوجي بطبيعة الدولة عندها عندها دور معتال فهم استراتيجية الفلاحة البيولوجية حكينا على قانون ينظم الفلاحة البيولوجية كي دي لواء دي إيطاء حكينا على هايكل هايكل تأثير فني حكينا على خلايا في المندوبية الفلاحية فهم دور الدورة موجود وفهم توجه فهم توجه حكينا على الدعم دعم فلاحة الوقف وقف بو نحكي بصفة عامة دونك الدولة سي سور عندها دول واستراتيجية اللي تهتم بالبيو حتى لين عام ما عندكش فكرة هاي آخر استراتيجية تعاملت حتى 2025 وحنا كم منظمة مهنية شركنا في معتا تختيت استراتيجية باو للاسف في باو فهم حاجات صحيح معتا تحطو وفهم معتا نحكي وعلى قانون نحكي وعلى عندما تحطو ودولة معتا تواصل فهم حاجات مزيلو معتا مكتوبين ومش مفاعلين نحكي مثلا على الpromotion des produits biologiques معتا parmi les objectifs معتا de la stratégie c'est de promouvoir معتا تعريف بالمنتوج البيولوجي هذا الاسف مني شخصي نشوفه في احنا كمنظمة يعني الدولة هي تقوم نجمة تساهم في ترويج تعريف بالمنتوج البيولوجي ولا يمدت اي معتا احنا كمنظمة مهنية نجمة نقوم بهم احنا معنش زد الموين مش نقوم بان قاعدين نسعاه ما الدولة هي نقم الماء معتا هي تساهم في التعريف بالمنتوج البيولوجي اي الدولة عندها لبوسيبلتين وحتى تشوف الالكسترير والخبار تقرير من خلال الرجال قائم هم إ Congratulations! نعم لهم جبما نعمل لنفجرات في الحياة والبيولوجيا لأنه بشكل جدًب للمدارة تدعي في النبي لأنه يستمر لنفجرات أشخاص بجمال نعم لأنه يدعي في المدارة والسجوم فهنا نعمل بشكل جيدًا مع تم التعرف في الوزارة الفلاحة فاللاح تونس عنده لابل بيو ينجم يبيع في الاسبور في الونيو أوروبا ايه يبيع مغير ما هو يتعدم البروزيس لابللسيسن أوروبا لا هذا يوجد أفضل كبير بالنسبة لتونس والعكس بالله العكس البروزي بيو أوروبا مش نشريهم موجودة في السوق تنسي ايه يفهمة ديزيسن أوروبا هل يتعدم البروزيسس لا البروزيسس نتصور كيف كيف معتا موش معتا مم سات إكيوالنس فاسلية لبوزيسسس ديزيسن أوروبا موش بارشاد معتا أكثر نسادرو نستوردو ايه دجا نحن السوم غالي على السوق بتاعنا دون 10% نتصور أغلبا نفهمة بعض المواد اللي المستحل اللي نجمي لو جعلوهم في السوق ولي نستوردوها من فرنسا ومن أوروبا كيف تقول لي مثلا نحن بنات الويلة في العرب في السكتور بيو فين ترى الفيزيون ولا فين تتمنى أنو السكتور بيو يوصل سكتب من تتمنى أنو تسيرين نوناك ديناميك لكالي بلوزيك تتمنى أنو موزيك تتمنى أنو المنظومة الفلاحية كلها هشة يعني الفوندسيون متاحة مهيش صحيحة برشة صوتو في الوضع الحالي وتتركوا مات برشة توجوهات وشانجمات كليماتيك كيفاش ترى المستقبل بيوه؟ انا نشوف لازمنا نحافظوا اللي عملنا حتى التوقف فما يكسبوك اذا ما نجموش متعزيد زيتونا عنا 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 باتريموانو اللي يقول اليوم ما نجموش بان بيانسور لازم المستهلك التونسي يستنفع منا عما الكميات اليوم ما تخلينا اللي عنا امكانيه بش نصدر وهذا شوفناها ترافير اللي شيفر معتاسي دي شيفر قيسون عنوار بالنسبة لتونس واذا بايبش نجيبو حاجة تخرين اللي معنا نجموش نجوم في دوس دانك وي لازم بيانسور كنسوليدي هذي حاجة مهمة وغارد سات كردبلتة لعنا بالنسبة لمنتوجة بيولوجي بارلالما وي لمارشة لكال كين قولوا مارشة لكال اليوم التونسي لازموزيدا نعتيو الامكانيه بش يشري مويد صحي اللي معتا عاليش لهم ومهم وزيدا بش نحافظو عالبي امتانا بش نحافظو عالماويرات البيئي امتانا خاتر البيوتر بش نحافظو عالبي امتانا بش نحافظو عالبي امتانا بش نحافظو عاليش ويستميك يتحسنو في الاراضي متاعا وذي يزيدا بش يخلي المستالك نعطيوه الامكانيه بش يشري مانتوج متناوى دنكوه الديناميك لوكال لازم ها تتاور بار السنسبلسيساتون دي كنصوماتور خاتر فنالما نحكينا عال الفلاح مهم والكنصوماتور مهم لزمنا نشوفو كفا ذا او حكينا عال ويلا ما بينيتم ذا او حتى مش الفلاح بس فعام والنقطة فاة مهمة هي بيو واحده معتحنا اليوم قاد ندافو على نامات دع فلاحة أعطيت الإقرранة ولكن they have averها تتحدث عن الإقر buat أع faudra كتابت beings لدينا قد قدف ING لا أجب أن أجب الحياة لشكل في المدينة لكنها أجبها السحلة وكما يفعلنا جزء السليم تعتذب الأمر مغارقة نقول لك هل يتحدث عن قيدة طبعا؟ دلعني أن أسأل في كل شيء أنا رائع جزء لا أجب من سحوز هل يتحدث عن دراجعها في كل أجوز ولكن هذا إن في مطابق لأنه هناك في مطابق الكبير وأنه يتحدثون كنا نح محسن تكونوا من المحسنين هم يشاركين يمتع باء المجلسين two种 محسن مع التخليطات ا converts المهم لدينا مثل اجتبين ونحن نحن نحن ونحن نحن 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 وهذا مهم في وسها هي الميليتنتيزم بش الفلاحة تكون بلوس وتنابر مرسي عرفيت انا نحب نشكركم اللي اعطيتوني الفرصة بش نحكي على الفلاحة البيولوجية والفلاحة المستدامة بصفة عامة نشكركم على هذي البودكاست اللي قادي نتعمل فهم خاتهذي يزيد ايسام في رفع الوعي التونسي والفلاحة هو السيس معناتها اليوم الفلاحة كيدي اجريكتور ستتغذية يا تكساح اللي خليك شكرا مرسي